عمرو السورية لعب وسط النادي الأهلي يفكر بجدية في اعتزال اللعب الدولي مع منتخب نصر وهذا يكيبعد غيابه عن قائمة المنتخب منذ منتصف يونيو 2022 الأرار يكيب على خلصية جاهله من قبل مدربة للمنتخب روي في توريا واستبعاده من التشكيل الأساسي عمرو السن أيضاً يلعب دورة حيوية حيث وصل السوريين عمر 33 عاماً وأدي صعب عليه المشاركة في المستقبل خاصة مع وجود لعبين آخرين يقدون بشكل جيد في مركز خط الوسط مثل محمد النني وأمام عشور يعود السبب الرئيسي لهذا الاعتزال اللي اتجاهله في توريا وجلوسه بديلان في الأهلي مما أبعده عن التواجد مع المنتخب الوطني لمدة عامين علاوة على ذلك يعز اعتبار السورية للاعتزال الدولي اللي اتجاهله في توريا وجلوسه بديلان في النادي الأهلي حيث أصبح حبيسة لدكة البدلاء هذا التهميش داخل السريء أدستر على تحفيزه ورغبته في الاستمرار في المشاركة مع المنتخب الوطني على الرغم من الإسهامات الكبيرة اللي تقدمها السورية مع المنتخب المصري خلال سترات سابقة اللي انتجاهله الحالي وعامل السني جعلانه يفكر بجدية في وضع حد المشواره الدولي لكي هذا التفاصيل في ظل أرار زميله طارق حامد اللي اعتزال دوليا أيضا مما أدير أي بزلال إضافية على أرار السورية ويعزز أراره بتخاذ هذه الخطوة بالنظر إلى القوة البدنية والخبرة التي تمتع بها السورية أدي كون لدي دور إيادي في مساعدة الشبان في النادي الأهلي مع الحفاظ على مستوى إداء على المستوى المحلي ترجمة نانسي قنقر